اردت انك انت تكون ناجح مش بس في الرياضة في اي مجال فاعرف انه الطريقة ابدا مش هيكون مماهد واللي المنافسة هتكون على كل المستوئات الشريفة وغير الشريفة واذا كنت حاطت ومحدد هدفك بكل وضوح فاعرف تماما انه مفيش مجال ولا وقت ولا مجهود للرد على الاشعاعات ولا المهاترات وده منهج عمل الاهلي واحنا في يوم اول بنكتب فيه مشوار جديد او كلمة اولى او صفحة اولى في مشوار جديد نتمنى ان شاء الله انه يكون مشوار ناجح كعادة النادي الاهلي اهلا وسهلا بحضراتكم في السادسة واسمحولي ارحب اعتقد كمان بقصة نجاح اسم لمع ونجح نجاح كبير مع النادي الاهلي نجم النادي الاهلي كابتر رمضان السيد ضفنا فيه السادسة اهلا بك يا كابتر رمضان اهلا وسهلا يا احمد الله خليك ومشرفنا ومنورة دائم ومبروك اول فرصة نتقابل فيها لازم اقول لك مبروك على السلسية موسم كان عكتر من ناجح الف مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي العظيم والكبير الف مبروك لمجلس لدارة النادي الاهلي بكادت الكابتن الاستورة محمود الخطيب الف مبروك طبعا لجهاز الكرة الحقيقة والعيبة والحقيقة للناس كلها بازلت موجود كبير جدا 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 في خلال الفترة اللي فاتت عشان يساعدوا جمهور النادي الاهلي على الرغم انه موسم كان مشحون اوى كابتر رمضان وكان صعب اوي وكان طويل جدا وكان في عقبات كتيرة جدا منها عقبات تانية الحقيقة كانت من برى المنهج مرة من برى الكتاب المقرر الحقيقة ورغم كده الحقيقة الاهلي قدر يكمل مشوار ومش بس يكمل وده يحقق نجاح صاحق بالجامعة بين التلات مطرات يعني يمكن الرد اللي كان كل على كل المهاطرات اللي حصلت في خلال الموسم دوت يا حمد الحقيقة كان بالعمل والاخلاص وفعلا ربنا ادننا الحمد لله وده للنادي الاهلي وطلب بطولات في فترة وجيزة جدا واعتقد ده كان رد يعني حاسم زي ما قال طبعا الاستورة كابتن محمود الخطيب مبارح للحديث الحقيقة اعقب عليه يا حمد الحقيقة لازم نتكلم رسال كتيرة جدا طبعا رسال كتيرة جدا جدا بارح في البرنامج الحقيقة وفي الحديث الحقيقة انا في رأيي الحديث دوت ممكن يتاخد ويدرس في اكاديمات رياضية كافية الادارة وكافية التعامل في الازمات وكافية التعامل مع المهاطرات اللي حصلت الحقيقة ونادي مؤسسات ونادي يعني كفاءة يكفي ان احنا نبدأ بنشوف مثلا ثلاث اربع ساعات على الهوى ومن رئيسي النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب مفيش في مرة تقالت كلمة انا على طول في لجنة وعلى طول في مدير الكورة على طول في لجان على طول في المسؤولين في موقع مسؤولين اه اه طبعا طبعا يعني اي مشكلة على طول برضك الادوار موزعة زي ملفات موزعة على مجلس على مجلس الادارة كل واحد ليه دور ما اسمعناش بقولك يا احمد الرسالة دي كابتن رمضان انا اتمنى انها توصل للجماهير قبل ما توصل للمسؤولين او القائمين على الادارة طبعا طبعا يعني انا نفسي انه الجماهير تعرف انه النجاح دايما لابد انه يكون مبني على مؤسسة مبني على قواعد مبني على مبادئ مبني على اسس وما يكونش مرتبط ابدا بشخص لانه في حالات مفيش شخص باقي مفيش يعني مفيش حد بيفضل متحمل مسؤولية الى مالة نهاية لانه النجاح المرتبط بشخص مع زوال الشخص ده بتسقط او بيبقى فيه كابوة ومن الصعب جدا خصوصا على الكانات الكبيرة انها تقوم مرة تاني بس اكيد الكلام اللي اتقلم بالح ده مش جديد على جمهور النادي الاهلي يعني طبعا هو كلام انا في رأيي بزي ما قلتلك ان حديث عظيم الحقيقة ورسائل قوية جدا جدا في كل الاتجاهات وفي كل المواقف اللي حصلت في خلال الموسم ده او الموسم اللي فات وفي خلال التلات ساعات يعني ردود شافية وردود الحقيقة جمهور النادي ده عارف ان اللي بيديلي النادي الاهلي كابوة نحمد الخطيب وادارات على مختلف الاعامل السابقة كلها ادارات طبعا الحقيقة متواصلة وهي دي ادارة النادي الاهلي النادي الاهلي نادي مؤسسات يعني انا مش انا كل جمهور النادي الاهلي واعتقد ان جمهور العربي وجمهور كمان من الانديه مثلا انت هتلاقي برضك الانديه الشعبية استمتعوا مبارح بحديث الكابتن محمد الخطيب زي ما قلتلك يعني انت حتى مفيش هو يبدو العنوان انه النجمة التسعى وحقيك عادة فقدين النجمة التسعى بداية طبعا كانت غايبة علينا وكان الجمهور مستنيها وكانت ليها فرحة خاصة جدا بس الحقيقة ما تحت العنوان او ما وراء العنوان زي ما بيقولوا كده رسائل في غاية الاهمات طبعا اهم رسالة يعني شافها كابتن وطبعا نحن نتكلم على توقيت مهم جدا بننهي فيه سيزن ناجح وبنبتدي فيه سيزن جديد وحقيك طبعا بشرفنا في بدايته اهم رسالة وصلت لكابتن رمضان السيد او شاف انه كابتن رمضان السيد انه من وجهة نظره دي رسالة الاهم انها توصل في التوقيت ده للجماهير النادي الاه يعني اعتقد ان انت مثلا ايه عملت ردود على كل حاجة يا احمد على كل المشاكل اللي حصلت شايف انه الصورة مكانش كاملة عند الجماهير او كان فيه اجزاء غايبة محتاجة كابتن خطيب يتكلم فيه بالزبط انبارة توضحت بشكل كبير جدا انبارة توضحت كمان نقطة مهمة جدا او رسالة مهمة جدا ان احنا ازاي في خلال الموسم ده رغم المهاترات اللي هي كانت يعني كارثية ومهاترات يعني لا تحتمل ما كانش فيه رد من النادي الاهلي ما كانش فيه رد من الكابتن محمود الخطيب ما كانش فيه رد مثلا من ادارة مثلا النادي الاهلي لا بالعكس الردود كلها كانت عمل الردود كلها كنا بنشتغل عشان نحقق بطولة دوري يعني بنشتغل عشان نحقق بطولة الافريقيا دوري الابطال واللي هو بيعتبر يعني اصعب دوري ابطال حصل في تاريخ الابطال كبتر رمضان ما عليش اسمحك يا اطمع النقطة دي فأوقات كتير وده لازم ممطلوب مننا احنا واحنا هنا في قناة النادي الاهلي لابد دايما ان احنا نحط نفسنا مكان الجمهور ونحاول نفهم الناس بتفكر ازاي لقدر الله اذا لم تكن لتحدث نفس النجاحات دي تفتكر كان الموقف ممكن يكون ايه هل ساعتها كنا هنقول ان المهاترات وحرب الاشعات والحرب النفسية وفكرة تعطيل مسارة النادي الاهلي جابت نتيجة او كاد في محلها او كان لابد ان يكون في التوقيت ده في وقفة للرد عليها في وقتها ولا كان ممكن تكون ازاي وقفة فيها جزئيتين انت ممكن ترد في وقتها وترد على كل حاجة الحقيقة والجزئية التانية ان انت فعلا تفضل لغاية ما تحقق كل الانجازات اللي حصلت دي وتوضح بقى للناس احنا سكتنا ليه وصبرنا ليه اعتقد دي انا زي ما قلتلك امبارح الحقيقة اعتقد جمهور الاهلي استمتع امبارح بالحديث واستمتع بقدرات مجلس دارته اللي هو بيصق فيها في مجلس داره بشكل كبير جدا الحقيقة استمتع بالردود كلها الحقيقة اللي كانت موجودة في خلال الحلقة او خلال البرنامج الحقيقة لا يعني خلينا استعرض معك بعض بعض المشاكل او الحاجات المفتعلة واعرف حقك كنت طبعا نجم في نادي الاهلي وعارف ازاي ان الحاجات دي ممكن لما توصل للاعيب الكورة او لفرقة الكورة ممكن تأثر على الحالة المعنوية ممكن تأثر على التركيز وانتعرف ان فرقة النادي الاهلي الفريق هو النجم مفيش نجم بعينه ونقدر نقول ان هو بيقود الفرقة الفريق نفسه كله نجم الحقيقة لما اللعيبة تسمع انه الفرقة بقت فضية وما فيهاش نجوم لما اللعيبة تسمع انه في مشاكل كتير جدا في قط اللبس وفي مشاكل كتير جدا في مجلس الادارة لما يحصل انه يبقى في مهاجمة لكل قرار سواء بالتعاقد مع لعب بعينه او تجديد للعب تاني او التعاقد مع مدير فني ورحيله كل قرار بيتاخده الادارة بيتم مهاجمته ازاي ده ما بيأثرش على حالة الفريق ازاي ده ما بيوصلش انه يبقى لي نتيجة او تتردت علي نتيجة سلبية تأثر على مشوار الفرقة هو الحقيقة اللعيبة النادي الاهلي عندهم ثقة في مجلس الادارة وفي نفس الوقت الدور الحقيقة اللي قام به الكابتن محمود الخطيف في خلال المرحلة دي اللي ما كانش فيها ردود انه هو يبقى متواجد على طول مع لعبته ومتواجد على طول مثلا الكابتن ما فيش مثلا ما اعتقدش ان حد مثلا رسال اندية النادي الاهلي في خلال حتى الفترة اللي فاتت سفر مثلا اربع سفريات ورا بعض في بطولة واحدة هو كان متعمد انه هو فعلا يعمل كده عشان يبقى قريب من لعبته ويديهم ثقة وبقى مش اي ثقة ده ثقة من الكابتن محمود الخطيب الأسطورة انه هو حتى بيحضر مثلا التمرين من برا اذا كانوا في القاهرة او معاهم مثلا في جنوب افريقيا في السودان في المغرب اعتقد هي دي اللي فرقت بشكل كبير جدا مع لعبة النادي الاهلي هم عندهم ثقة في نفسهم الاول وعندهم ثقة في قدراتهم وعندهم ثقة في مجلس دارة بكيادة الكابتن محمود الخطيب وعندهم ثقة كمان في الجهاز الفني اللي هو كان شغال معهم وخصوصا الحقيقة الفترة الاخيرة مع موسيماني يمكن احنا تعرضنا الحقيقة بعد كورونا مع فيلر الحقيقة كان فيلر لجع انا في رأيي مش هو ده غالص خالص فيلر قبل كورونا رجع الشخصية غريبة جدا جدا مفيش تركيز يعني خلاص هو كان واخي قرار ان هو عاوز يمشي حتى لدرجة ان انا يمكن قلت ان هو وصل مثلا لمرحلة ان هو عاوز يزهق مثلا مجلس دارة النادي الاهلي عشان مجلس دارة النادي الاهلي هو يمشي اه ان ياخد قرار مثلا باقالة ولا حاجة يعني كلنا الحقيقة ده تفتح عشان الكورو اللي كان بيقدمها النادي الاهلي اه طبعا ما كانتش على نفس المستوى اللي كان زي ما كان ظهر في البدايات يعني راجل الحقيقة في بداياته كانت طبعا كانت بدايات مخطرة مجدة طبعا ظهر في البداية بقدرات عالية جدا جدا اذا كان فيه التدريب او اذا كان فيه طريقة اللعب او اذا كان فيه إدارة التسعين دقيقة في خلال الفترة الدور الأولين وكله حاجة مختلفة خالص احنا اللي رجع لنا رجع لنا واحد تاني خالص يعني زي ما قلتلك ان طريقة اللعب بيغيرها الحقيقة التغيرات اللي بيعملها في إدارته للتسعين دقيقة تغيرات صعبة جدا 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 المستوى حتى ابتدى ينزل بشكل كبير جدا يعني لا يعني يمكن القرار القوي والقرار يعني الجريء جدا 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 ان انت تاخد قرار خلاص كابتن محمود الخطيب وصل لمرحلة قالك لا هو اللي يحط نفسه وكان كابتن خطيب من حيث التوقيت توقيت اتخاذ القرار ومن حيث الظروف المحيطة بالفريق في الوقت ده ومن حيث حالة التربص ايضا بفرقة الفريق الاول في النادي الاهلي يجد انه القرار صعب جدا 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 يعني محتاج جرأة كبيرة جدا ومحتاج قدر على التحمل انتقاداته دي حصلت بالفعل كبيرة جدا ورغم كده النادي الاهلي بقيادة طبعا كابتن محمود الخطيب قرر انه ياخد القرار بالزبط يعني اول ما وصل ان هو خلاص هو شاف قعد مع فيلر الحقيقة حوالي 3-4 جلسات في اخر جلسة هو حس لا هو الراجل الراجل مش هينفع مش هينفع يكمل ومش هينفع يكمل كمان يعني هو حتى انا افرائي ان لو فيلر في الفترة دي طلب ان هو يكمل كان من خلال الجلسات اللي حصلت لا هو الحل يا كابتن رمضان في التوقيت ده الحل اللي زي بيقوله كده من جواه الصندوق بالزبط ان انا جيب مدرب مصري بالزبط يعني احنا قررنا او الاهلي قرر يطلع بره الصندوق ومش بس يجي مدرب اجنبي ده قرر يجي مدرب جنوب افريقي ازاي في التوقيت ده شفت القرار بتاع اختيار موسيماني القرار طبعا يمكن انا يعني قرار نهارده لما بنتكلم عليه نقوله قرار عشرة على عشرة ده الراجل تمام جدا ده الراجل وصلنا افريقي او خدنا لكن في التوقيت ده في التوقيت ده الحقيقة الحقيقة انا شفته يا احمد في خلال تاني يوم او تالت يوم من القرار انا اشدت بالقرار دوت وقلت ان الراجل ده ملم بالكورة الافريقية عارف لعيبة النادي الاهلي مش هياخد وقت انت لو جبت مدير فني اوروبي كان اول حاجة يقولها لك يقولك انت متحسبنيش على بطولة افريقيا انا مش قدر اشتغل تات السابيع وتقول لي مثلا انت مخدش بطولة افريقيا لا الحقيقة ادارة الكورة والكابتن محمود الخطيب يمكن كابتن محمود الخطيب بن بارح في خلال الحديث كمان قال كمان انه خد رأيي الكابتن الشيخ طاص معين ايه فزين بقولك هو الراجل ده اولا ده حافظ اسماء لعيبة النادي الاهلي هو طبعا لعيبهم كتير ومتابعهم كتير وهو كمان يعني فيه حاجة طبعا انا في رأيي انه كمان حاجة جميلة جدا في الراجل ده انه هو كان امنياته كان عنده امنياته وحلم كبير جدا انه هو يمسك النادي الاهلي فلما حتى انتعرض عليه يمكن ما اخدش وقت ده عمل موافقة من قبل ما ياخد موافقة رئيس نادي ساندور صحية عباها كبيرة جدا يعني كان الله في عون اي حد يتولى مسؤولية كيام بحجم النادي الاهلي يعني انت شاير على اكتافك احلام وطموحات 80 مليون يعني الاهلي مش بس اعضاء جامعية عمومية ومش بس فرق رياضية ومش بس نجوم في مختلف رياضات الاهلي جماهير مشي وراه في كل حتة في العالم وبالتالي مطلوب منك انك انت تكون على مستوى الاحلام وتكون على مستوى الطموحات وتكون على مستوى الاسم والتاريخ وده شيء صعب جدا 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 كلامنا متواصل مع كابتن رمضان لانه الحقيقة في كلام بقى متعلق باللجاية وده اللي يهمنا الاهلي دايما عينوا على اللجاية عمره وابدا ما بيبص على الوراء فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجم النادي الاهلي السابق كابتن رمضان السيد شكرا